تمر الاقتصادي او المنتدى الاقتصادي اللي عقد في مدينة مراكش في المملكة المغربية على مدار اليومين التلاتة يام اللي فات تحديدا شارك النائب محمد عبدالعوني الوكيل مجلس النواب في هذا المنتدى المهم المنتدى طبعا زي ما حاكم بتشوفوا شارك في دول القرم التوسطي مع بعض دول الخليج في جلسة جلسة الافتتاحية المنتدى الاقتصادي القرم التوسطي والخليجي كان طبعا العديد من الملفات اللي تحدث فيها النائب محمد عبدالعوني خلال هذا المنتدى تكلم اولا على وجه رسالة التحاد الأوروبي لانه التحاد الأوروبي موجود قال لهم انه يعني بصيغة العتاب بيقول لهم طيب انتوا فين استثمارات بتاعتكم يعني انتوا بتكلموا على العلاقات وعلى تعاون والعالم والدول وما بين الشمال والجنوب وفين استثماراتكم انتوا حجم الاستثمارات الاوروبية لا تتعدى 2% كل يعني طب يعني هنا بيقول لهم فين الفلوس بتاعتكم فين الاستثمارات بتاعتكم الامر التاني تكلم على الرسالة المهمة حقوق الانسان واكد على مصر والبلد فيها 104 مليون ويتقع في منطقة من اكتر مناطق سخونة وانه البلد مصر عانت من الارهاب على مدار سنوات طويلة ولكن في نفس الوقت عكفت على تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وقال طبعا وهذه المنظومة تتكامل مع الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وايضا ان مسألة حقوق الانسان ليست هي حقوق الشخصة الحقوق السياسية فقط لكن في حقوق اخرى اتكلم ايضا في ازل المجال اتكلم على مثلا الصحة التعليم الاستثمار في الامن او الاستثمار والامن والقضاء على العشوائيات الحياة الكريمة اتكلم على مشروع حياة الكريمة بتفاصيل وممتد ليستفيد منه 60 مليون فقالهم هي دي حياة حقوق الانسان لو انتوا عايزين تتكلمه اتكلم على مبادرات الميت مليون صحة اتكلم على تكافل وكرامة اتكلم على تطبيق منظومة تأمين صح شامل الاول مرة وهيكون زي ما اصف كده في كلمته واحد من افضل انظمة متبقة زي الدول الاوروبية اتكلم طبعا على العديد من تمكين المرأة تمكين الشباب انه اتكلم على اطلاق حوار وطني شامل واهل الحوار ده طبعا بيضم كل او مختلف فئات المجتمع وانه طبعا هناك مشاركة حياة سياسية حياة عامة عندنا النقابات عندنا احزاب يعني تم الغاء قانون الطوارئ وبعد سنوات طويلة من فرض هذا القانون تم الغاءه وقال دي رسالة مهمة بتؤكد رغبة الدولة في المضي لقدام انها تسير للامام لتحقيق كل مبادئ حقوق الانسان بالمفهوم الشامل اتكلم طبعا على القانون البناء الموحق القانون الدور للعبادة واتكلم على قانون بناء وترميم الكنايس اتكلم على توفيق اوضاع اكتر من الفين كنيسة وقال انه دي خطوة خطوة مهمة الامر التاني لسه كنت بكلم حضراتكو عليه اللاجئين قال لك مصري فيها ستة مليون واحد قال دول واخدين كل الحقوق اللي يتمتع بها المواطن المصري واخدينها الستة مليون الموجودين على اراضينا وقال طبعا ده بيساعد او ده بيظهر انه الدولة المصرية بتعزز حقوق الانسان مش بتكلامه لكن على ارض الواقع ده المجال اللي مصر بتعمله وتكلم ايضا وجه رسائل مهمة جدا لانه بقول لحضراتكو الدول اللي حضرة والتحاد الأوروبي والدنيا كلها حضرة في هذا المنتدى قال ان احنا طبعا انه فيش دولة النهاردة بتسمح انه حد يتدخل في شؤونها الداخلية وانه كلنا بنرفض اي حد يتدخل في شؤونها وبالتالي انه مفروض الدول تكون ويمكن ده جزء زي نقول لحضراتكو اللي كان القادة العرب في قمة العربية الصينية معظمهم من المسجد الرئيس عفتاح سيسي واكتر من زعيم عربي اتكلم على الصين وانه الصين من الدول التي تحترم الدول ولا تتدخل في شؤونها سيادة النهارة محمد لابنان كان بيتكلم على انه مفيش دولة النهاردة بتسمح انه اي حد يتدخل في شؤون هذه الدول عرض كمان فيلم ويمكن لما يبقى جاهز معنا بعد شوية هبقى عرضه لحضراتكو عن حقوق الانسان في مصر كل الاوضاع حقوق الانسان الوضع اللي حصل في مصر الاوضاع حقوق الانسان اوضاع السجون الاجراءات اللي بتتعمل الدولة عملت ايه في ملف حقوق الانسان تحديدا اه اتكلم خد حياة كريمة اه اخد المبادرات الصحية اخد الكل ما يتعلق به تكافل وكرامة اه اه كل الاجراءات للدولة بتخطب فيه هذا املا كان ايضا من الحاجات اللي اتعرضت كان فيه جزء خاص به السياحة وده ملف السياحة كان ملف مهم اتعرض ايضا فيه جلسة مهمة عن السياحة وقدم مصر بجد لما انا حتى سمعت الكلمة اللي اتقالت ويمكن قبل الكلمة كان فيه واحد من الناس اللي حاضرين سأل النقم محمد ابن عين عن قالوا انتوا بتعملوا محطة نووية قالوا اه هو ايه المشكلة ما بنعمل محطة نووية فيها حاجة قالوا ايوة احنا بنعمل محطة نووية ولكن المحطة نووية اللي احنا بنعملها للاستخدام السلمي ليه ليه هي لاستخدام السلمي ايه تحليط اللي المية كل ما يتعلق بالاغراض السلمية وبالتالي يعني الناس بدأت تتكلم على احنا بنعمل بنعمل ما هي معروفة انها محطة نووية للاغراض السلمية بس خلاص الناس برضو تحب ايه تشوف البلد بتعمل ايه والوضع ايه فالنايب محمد عين عنها تتكلم على مصر كسياحة واتكلم على قمة المناخ في شرم الشيخ وقال طبعا شرم الشيخ النهاردة ايه تكلم على المنتجات اللي عندنا على السحل الشمالي او البحر المتوسط اللي عندنا البحر الاحمر واتكلم على مطروح اتكلم على عجيبة شاطئ عجيبة اتكلم على طابة اتكلم على المناطق الصيد مناطق الغوص الاخوت الغطس اتكلم ايضا على المعارض اتكلم على سياحة المعارض اتكلم على سياحة السقفية اتكلم على السياحة الدينية اتكلم على السياحة الترفيهية قال احنا عندنا كل ده اتكلم على السياحة العلاجية وقال لهم سيوة سيوة دي مش هتلاقوا فيها لها وضع معين والملك شارلز كان بيروح على طول سيوة ويزور سيوة تكلم على تنوع السياحة الموجودة في مصر تكلم على الرحلات النيلية ما بين الأقصر وأسوان ويمكن في المستقبل يكون ما بين القاهرة وأسوان إن شاء الله الرحلات النيلية بإذن الله اللي كانت قبل كده قبل 2011 كانت موجودة أو يمكن قبل 2005 أو كده كانت موجودة فترة من فتراته وبعدين توقفت من القاهرة إلى أسوان إن شاء الله تعود مرة أخرى لكن اتكلم أيضا على رحلاته موجودة دواتي ما بين الأقصر وأسوان عندنا حوالي 250 مركب بتشتغل في المنطقة ما بين الأقصر وأسوان اللي هي النيل كروز فطبعا دي رحلة ممتعة اللي عايز يعني قال لهم كده قال لهم دي رحلة ممتعة في النيل وقعد تكلم على مصر تكلم على دير سانت كاترين ويكلم على التور تور سيناء ويكلم على كل ما هو يتعلق كلم على المتحف المصر الكبير وقال لهم بعد فترة إن شاء الله يتم افتاح أكبر متحف في العالم وهيضم حوالي 100 ألف قطعة منهم خمس تلاف قطعة خاصة بالملك توت عن خامون تكلم طبعا على عديد من أماكن الجذب السياحي في مصر تكلم على مرسى علم تكلم على سهل حشيش تكلم على ما كل المناطق الجذب السياحي موجودة في مصر وقال وأنا بقول لكم مصر النهاردة فيها كل حاجة يعني كل البلد زي ما وصفها كده وعرض فيلم كمان كان عنوانه شوف بنفسك ومصر فيها سحر يخصك يعني الفيلم بيتكلم على كده طوف وشوف بنفسك واتكلم طبعا على المؤشرات السياحة بالنسبة لمصر والسفر والأمان والمقاصد السياحية اللي عندنا واحنا واحد من المقاصد السياحية المهمة جدا في العالم والنهاردة انه مصر بقت رقم وقال طبعا ده نتيجة للأوضاع واستقرار الأوضاع الأمنية تعالوا نتابع ماذا قال النائب محمد أبو العنين خلال هذا المنتدى عن حقوق الإنسان وأيضا التدخلات في الشؤون الداخلية للدول ترجمة نانسي قنقر